صباح الخير بحييكم مشاهدينا ومستمعينا بهالصباح الحلو بشكركم لحضوركم نحن عايشون بأيام استثنائية وصعبة بس إلهنا إله استثنائية رغم كل الصعوبات رغم كل الصعوبات أسبوع الماضي أسيس حكمة عطى عظا كتير حلوة وقالنا شو هذه السنة شو شعارة أو شو الشعار طبعا اللي بدنا نحكي اللي هو جدد عقلك من خلال كلمة الله جدد عقلك من خلال كلمة الرب ونحنا هالسنة ندرس إنجيل متى تنحقق هالهدف تنشوف كيف من إنجيل متى وحياة الرب يسوع الملك كيف نقدر نجدد أفكارنا نجدد عقولنا واللي عم يسأل أنا طيب ما بدي جدد عقلي بدي جدد شبابي بدي قللك إنه من خلال تجديد عقلك كل شي فيك رح يتجدد كل شي فيك رح يتجدد قبل ما نبلش نحن رؤوسنا ونصلي ربي باركنا يا رب فلتكن أفكار قلوبنا وكل شي بنحكيها الصباح مبارك باسمك أمين سنقرأ من إنجيل متى الإصحاح الثاني عدد واحد لتناعش إذا معكم كتب مؤدسة أو الأنجيل إنجيل متى الإصحاح الثاني من واحد لتناعش قصة كلنا بنعرفها ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودوس الملك إذ مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أوروشاليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا نسجد له فلما سمع هيرودوس الملك طرب وجميع أوروشاليم معه فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبت الشعب وسألهم أين يولد المسيح فقالوا له في بيت لحم اليهودية لأنه هكذا مكتوب بالنبي أنت يا بيت لحم أرض يهودا لست الصغرى بين رؤساء يهودا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل حينئذ دع هيرودوس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال ذهبوا وافحصوا بالتطقيق عن الصبي ومتى وجدتموه فاخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له فلما سمعوا من الملك ذهبوا وإذ النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه فخروا وسجدوا له ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا ثم أوحي إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودوس نصرفوا في طريق أخرى إلى كورتهم أمين ربي بيلك الرسالة لليوم شو أكتر سؤال كنا كلنا نسألوا لما كنا صغار إن كان بالبيت أو بالمدرسة يعني يا ماما شو بتحب تصيري لم تكبري يا بابا شو بتحب تكون لم تكبر أو المعلمة بالمدرسة شو بتحب يا فلان لم تكبر تصير أمين البنات اللي منهتم فيهم بالجمعية عندنا إذا بسألكم شو بيقولوا شي غريب عجيب وكله بيتحقق شي بدي يكونوا روية فضاء شي مهنسين روباتيكس شي مصففين شعر أحلام أطفال أنا لما كنت انسأل كان عندي رغبتين حب كونهم يا أما زابط بالجيش يا أما ملك هلأ ليش الله ما بيعطينا انسير بحسب رغباتنا أنا في وحدة من هذه الرغبات صارت الثانية أعرف إذا رح تصير بحياتها بس ليش الله ما بيعطينا رغبات مثل هذه اللي فيها سلطة أو مريد سلطة مطلقة لأنه الله بيعرف أنه قلب الإنسان شرير قلب الإنسان شرير وممكن عبر الوقت يفسد يفسد من هك من هك إذا بدي أقلكم عن شخصية نخدها اليوم بمشهد أول نحكي شوية عن هذا الموضوع هو هيرودوس هو هيرودوس وقبل ما أشرح لكم عن هذه الشخصية اللي ببقت من حياتها فسدت بدي أقلكم الفساد أدوات الفساد وخصائص الفساد حتى الشيطان استفاد منها عارف قوتها جرب فيها يسوع قال له إذا بتسجد لي بعطيه كل ما مالك هالأرض يعارف خصائص الفساد لا يمكن أن تغير الإنسان تغيره قلبه هيرودوس يمكن بلش كملك جيد يمكن كان عنده نواية كتير منيحة بس مطرح عبر الطريق هو حاكم بلاده شي صار بروحه بقلبه تأكل من جوا صار بدل ما يهتم بالخير العام وهكذا يجب أن يكون الملك صار عنده أجندة شخصية من هكذا الملك داود صلى صلاة مثل قلبا نقيا أخلق فيها يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي من هكذا يقول الكتاب أدس فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأنه منه ما خارج الحياة فإذا بهالمشهد الأول لدينا ملك اسمه هيرودوس يعمل أشياء كتير عظيمة على فكرة يعني هو كان بناء عظيم هو يكبر البحات الخارجية تبع الهيكل وجزء من هالبحات هنه حائط المبكي اللي بعده لليوم أقدس مطرح عند اليهود بس التاريخ ما بيذكر له أي شي من هون اللي عملون بيذكر له بس إنه هو كان ملك فاسد حذروا شو كان يخاف من طفل طفل كان يخافه لا لأنه سمع بيوم الأيام عن النبوة إنه في احتمال طفل يطلع ملك لإسرائيل سؤال يمكن خيالي بس سؤال تخيل أنت واحد من رعاية المملكة اللي كان ملكة هيرودوس تخيل بس أنت واحد من هالرعاية كيف كانت بتكون حياتك تخيل إنه كان عندك ولاء لهايك ملك ولاءك لهايك ملك أول شي بدي أقول لك إنه أنت بتصير عبد لها الملك إذا الملك طبعك فاسد ولاءك لإله أنت عبد لها الملك فإذا أنت عبد للخطيئة لأنه من يفعل الخطيئة هو عبد للخطيئة إذا أنت عندك وليق لهال الملك ومن رعاية هذا الملك ممكن بحيالة لحظة يضحي فيك لأن ملك مثل هذا أبداً ما بيضحي بحياله أنت بيضحي فيك بالأول أنت بيضحي فيك بالأول إذا كنت من رعاية هايك ملك ما تحلم تشارك بالحكم أبداً ما رح يكون إليك دور ما رح يكون إليك دور أنت من الرعاة اللي بيصير فيهم أي شيء بس ما بيحلموا يوصلوا لهذا المركز أنه هنو يكونوا بهذا المنصب وعقدر ما بتزن أنه هذا الشي مستحيل أنه لما تكون من رعاية هيك مملكة بدي خبرك شغلة بأكدلك أنه حياة الفساد والخطيئة بتعملك واحد من هالرعاية حتى لو ما بدك إذا أنت بجزء من هيك مملكة إن كان أنت عن قصد بدك أو لا يصبح ولائك لهكذا ملك فاسد يصبح ولائك طبيعيا لهكذا ملك فاسد عندما أتحدث عن المملكة والملكة لدي قليلة خبرة ما يعني واحد يكون من رعاية مملكة أو ملك أو ملكة وما يروح فكركم بعيد ليس عم بحكي عن زوجتي زوجتي ملكة قلبي بحبها ونحن بيتنا مش مملكة بيتنا زبتكن ديمقراطية وهي صلى 14 سنة رئيزة جمهورية فمش مارتي عم بحكي عن عن شي حقيقي أنا بالألفين وواحد دعايت من الحاكم العام لكندا إنه كمهاجر أضل وقت لازم تيسير معه الجنسية الكندية إن عزمت دعية إنه أخذ جنسية الكندية فطبعا بسرور لبيت الدعوي لأنه أنا بدي كون جزء من هال الوطن كون عندي جنسية هيدا البلد قبل ما أخذ الجنسية كان لازم أعمل تصريح بشكل حلفين أو قسم حلفين أو قسم حلفين أو قسم وكان لازم أقول هالقسم يلي هو مكتوب قدامي مش أنا أخترعه مكتوب قدامي ولازم أقوله بصوت عالي تلك كل الحاضرين يسمعوا خاصة القاضي اللي يريدوا يعطيني الجنسية وكان القسم يقول هايك أقسم أو أراكد أنني سأكون مخلصاً وأتحمل الولاء الحقيقي لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة كندا ورثتها وخلفاؤها يعني مش هي بس أي واحد يخلفها وأنني سألتزم بأمانة بقوانين كندا وأدي واجباتي بصفتي مواطن كندا عندما عملت هذا القسم أنا عملته مملء إرادتي لم يكن أحداً مهددني لم يكن أحداً ضغط علي بكل سرور عملته لأني مقتنع أني أريد أن يكون جزء من هال المملكة أو هالنظام الحكم كنت أفهم تماماً وجباتي وحقوقي عرفهم كثير منيح وفكرة كان فيي أرفض هناك كثير من الناس يصدوا أو لا يرفضوا الجنسية لأسباب معينة أنا كان فيي أرفض ولكن لم أرفضوا بكامل إرادتي أقبلت أريد أن أسألك اليوم إذا لم أملكة حياتك لم أملكة بيتك لم أملكة زواجك لم أملكة شغلك لم أملكة سلوكك فاسدة أريد أن أقول اليوم أنه لديك إدراء لديك خيار أنت تقرر إذا أولئك سيكون لهذا الفساد لهذا الملك أو لملك تاني لا أحد مننا رهينة إذا أريدك كل الوقت لديك قرار لديك إدراء تأخذ قرار لديك إدراء الحرية تنقل من ولئك يكون وهذا يمكن أن يأخذنا عصة حقيقية كما صارت معي في كندا أحب شركة كفية كتفسير لهذا الواقع أنا في أول أسبوع أذهب إلى كندا كنت كثيرا حابة أبرم بهالمدينة تورونتو واكتشفها فقد قمت نهار كامل لن تركيش ناطحات صحاب مطاعم مطاعم كنت مبسوط أكتشف هالبلد جديد نهار كامل عشية أتعبت معي تفيا أذهب إلى محطة التران وقلت أريد أن أعود لديك سيارة الآن عندما وصلت كان لدي كثيرا حاجة أن أذهب إلى الحمام الآن عندما تكون بوضع مثل هذا ومضطر أريد الحمام بسرعة أريد أن تجد أقرب أحد وعرفت أنه في المحطة هناك واحد أريد أن أظهر إلى أين الباب لأن هذا الأدى كان يجب أن أذهب إلى سرعة أرى فتحة كبيرة أكبر من الباب ولكن لديه دراف ولكن مكتوب على جنبه مدخل غير شرعي ممنوع الدخول لأن هناك حالة الدخول ضبط خمسمائة دولار لأن تكون مضطر لن ترى خمسمائة دولار أو لن ترى مدخل غير شرعي يمكن أن ترى ولكن الاضطرار أو الأزمة التي ترى تنسيك هذا فتحة فتحة ليس الحال أنا وظاهر أرى شرطيين يوقفوني بكل إحترام يقولوني مرحبا حضرتك فتحة محطة التران من مدخل غير شرعي ونحنا بدنا نطبق القانون القانون يقول لازم تدفع جزا خمسمائة دولار فحرروا لي جزا أو زبط بقيمة خمسمائة دولار أنا ساعتها كان عندي غضب غضب زابتكن لأنه بدي أدفع خمسمائة دولار بس غضب أكتر لأنه حسيت أنا أول مرة بحياتي بنعطى زبط حدا بيقلي أنت خلفت القانون مع أني كنت مضطر بس أقول هالقد إيه هيدا القانون وأنا خضعت القانون وأنا هالأفكار وفكرة الزنب عم تجول ببالي قال لي الشرطي أريد خبرك شغلة إذا تحب تدفع هذا الزبط مكتوب علي وين تدفعه ولكن إذا أريدك لا تدفعه أريدك أن تكون قادمة قادمة تتحاجج وتفسر ما فعلت هذا ويمكن يأخذها بعين الاعتبار تستطيع تعين موعد وترى القادمة أنا زهلت أول مرة أحد يقول لي تحاجج مخالفة وقلت بما أني جديد في كندا وما عندي شيء كان أعمل وما كان عندي بعد شغل قلت لا ما بتعرف على القادمة وبما أنه كان في دعوة مثل هذه قبلت فيها تحاجج تحاجج موعد ونطرت بالصف وحضرت وحضرت فتعة غرفة صغيرة في رجال لابس طوب أسود مبين قادمة قال لي تفضل ثم هناك كتاب مؤدس قال لي أضع إيدك وحلوف وقسم أنك ستقول حقيقة أنا قلت فتعة أضع ليس مهم أضع إيدي كبس المسجلة يسجل الجلسة بيني وبينه عملت القسم ثم فتح الملف قال لي أنت فت من مدخل غير شرعي عم حطة الترين لم أفعل ذلك لم أكن معك بطاقة قال لي لم أفعل ذلك قال لي لم أفعل ذلك لم أستطع لك قال لي أنا القاضي وقبلت الدعوة تظهر أمامي تمثل أمامي تتفسر لي أريد أن تقول لي ما كان السببب وأنا أنا محرج أنا من بيئة تستحي ما كنت قادر قال لي أنا كان لازم روح على الطوالات بالآخر قلت له بصراحة هذا السبب ولما قلت له ضل شي دقيقتان يضحك يضحك وأنا كنت مستغرب بالآخر أرمسك الزبط وخزقه وقال لي فل ما عليك أي شيء تدفعه ولا في شيء بسجل لك كانت لحظة ذكرتني بلحظة الخلاص طبعي لحظة العرفت أنه توب على الخطايا طبعي يسوع يمحي لي هنا ببحر النسي يعطيني حياة جديدة لا أصدق أنه بها السهولة هذا الشي صار هذا الشي صار بدي خبرك اليوم أنه أنا لو ما قبلت دعوة هذه القاضي أو أخذت هذه الفرصة كنت مضطر إدفع الخمسمائة دولار وتنخدها على حياة الخطيئة التي لدينا إذا لم نقبل دعوة يسوع لأينا تنحكي معه نخبره ما الذي زعجنا ما هي حياتنا التي عيشنا تتغير ما الذي أسرنا لا نستطيع أن نخلص منه علاقات غلط شغل غلط أي شيء إذا لم تقبل دعوة أريد أن تدفع الثمن أجرة الخطيئة هي موت أما هبط الله فهي حياة أبدية إن قلنا أنه ليس لنا خطيئة نضل أنفسنا وليس الحق فينا بل إن اعترفنا بخطيئنا فهو أمين وعادي حتى يغفر لنا خطيئنا ويطهنا من كل إثم يسوع يدعيك مثل هالقادي تعال وصدقوني الله يفرح ويدحك لما نقوله ما خطيئنا لا تفكر في خطيئة أكبر من المسامحة أبداً لا يوجد خطيئة أكبر من المسامحة المشهد الثاني الذي أخبركم عنه هو أشخاص أشخاص أخذوا خيار ونرى نتيجة حياتهم المجوس هالثلاث ملوك أو هالثلاث إذا بدكن كهنة أخذوا أخذوا أين هالملك أين هالملك هالثلاث المجوس أخذوا من مطرح كثير بعيد مطرح كثير بعيد بس رح أقلك ما استنتجتوا من النص بيقولولي إنه هالثل عاملين أرار يخذين أرار محددين لمن ولاء ويخذين أرار مسبق جيزفوا بطريقة بعيدة أخذوا من مطرح كثير بعيد مطرح كثير بعيد وعرفوا تسفر بهاديك الأيام هناك مخاطر هناك مخاطر سرقة هناك مخاطر مرض هناك مخاطر لا تتعلم ما سيحدث معك ليس يوم ويومين رحلة طويلة إذا لم يأخذ أرار أريد أن يمشي بالدعوة التي لديها لا يجزف هذه المجزفة أريد أن يقول إذا تأخذ هذه الأرار أريد أن تلزم بالطريقة أشتروا هدايا مسبقا لم يقوموا بطريقة للموصلة أورشاليم أشتروا الهدايا مسبقا يعني بقول فتحوا كنوزهم وقدموا له ذهب ولوبان ومر أشتروا لا يقوموا بطريقة لترى ويقوموا بطريقة أشتروا لا أشتروا لأ أشتروا 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 إذا بعدك منك مقابل يسوع رح أقول لك شو بيصير تذكر أنه يسوع إذا بدك بيغفر لك خطيئك إذا بتقبل دعوته بيغفر لك خطيئك شو بيصير لما تقابل يسوع هذا الملك بيشبه أي ملك آخر يسوع الملك لا يشبه أي ملك آخر هذا الملك ملكه أبدا اللي حكينا عنه بالأول ملكه بائد خلص هذا لا يشبه أي ملك آخر يسوع هو هو أمس واليوم وإلى الأبد هذا الملك بيفديك بنفسه وفديك بنفسه ليس بيحطك أنت فدية هذا الملك هو بيفديك بنفسه وفديك بنفسه لا يستعمل لك فدية تعرفوا نحنا كثيرا نسمع شعارات بالروح بالدم نفديك يا هو ولا مرة سمعته إيه لبالروح والدم أنا بفديك النوع هي بالعكس دائما من الرعاية يسوع يفدي نفوسنا بيقول برومي ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطات مات المسيح لأجلنا ولا ملك بيموت عنك إلا يسوع ليس لأحد حب أعظم من هذا ما في حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه ما فيه ميت كرميلنا يسوع ملك الملوك رب الأرباب ميت كرميلنا ميت كرميلك ميت كرميلك هذا الملك في شيء كثير مميز ورائع فيه بيشاركك الحكم بيشاركك الحكم شيء مرة سمعت بملك بيشاركك الحكم أكثر شيء فيك تكون أنت إذا كنت بمملكة فيك تكون واحد من الرعاية نقطع السطر مثل ما قلنا ممكن ممكن يكون أنت الفدية بهذه الرعية هو ولا مرة بيقتل حاله كرمي لك أنت بدك تخدمه ما بده يخدمك هذا الملك هذا الملك بيشاركك بالحكم شوف كيف إذا لست بعد عبد بل ابن إن كنت ابنا فوارث الله بالمسيح أنت في هذه المملكة عبد الحياة الفاسدة اللي عايشها أو العلاقات أو ببيتك أو طموحاتك واللي بتحبه المستقبل يلي فيه فساد هونيك رح تكون مطرحك أنت ملك عهودي الرغبات وانت ميد هودي الخطايا والذنوب وبتضلك عبد لأنك عم تعمل خطيه مع المسيح ما بتعود عبد بتصير حر ابن وريث أنا ما شفت ملك أبداً عطي حدا من الرعاية الملك مطرحه ولا شاركوا بالملك تتذكروا بأول العظة التي لكم كان عندي أمنيتين أنا وصغير يا أما كون زابط بالجيش يا أما ملك ألا ولا مرة أنا كنت زابط بالجيش وإذا حدا أوز حدا يبهروا بيمكن بس أنا بعرف الأمني اللي كان بديها أنا وطفل تكون ملك وأعمل هذا العالم عالم مثالي يمكن لأنه كنت بوقتها ممكن الفساد يفوت على قلبي أكيد الله ما أعطاني هالأمنية بس لمن عرفت يسوع وصرت وريث لالله في المسيح تحققت الأمنية وإذا أنت بمملكة الله وملكوت الله هيد السبيل الوحيد تقدر تغير العالم هيد السبيل الوحيد تغير العالم نسمع كتير عن الفساد محاربة الفساد بس إذا ما بلشت فيك ما فيك الهدف حتى لو عندك عشرات الأضعاف القوة مثل هيرودوس كان يخاف من طفل ويمكن إذا أنا وصغير كنت أحلم يكون فيه عراسي تاج تأحكم هيدا التاج هيدا الملك صار بقلبي صار بقلبي هيدا التاج صار بقلبي إذا بتختار الملك تحيا إذا سمعت هذه القصة وعملت أنك ما عمله المجوس فتشت عليه ولقيته وقبلته رح يتغير عقلك ولم يتغير عقلك تغير شكلك تصير تشبه المسيح ساعتها فيك تعمل عالم عالم أفضل لإلك ولغيرك ويتجدد ذهنك وتكون ابن وممثل لها الملك هيدا صلاتي لإلك اليوم شو ما كان الواقع تبعك حتى لو حاسس حيلك بمملك الملك شرير ما بيخليك تفشو فشخة أو تفتح تمك عندك خيار اختار لمين يكون ولائك بتمنى يكون ولائك ليسوع ورأي بباركك نعم يا رب كل سنة بنحتفل بمجيئك كل يوم بنحتفل بمجيئك وكمان عم نحتفل يا رب بموتك وقيامتك من بين الأموات لوم القيامة ما كان لنا حياة ما كنا موجودين مع بعضنا البعض هلا ما كنا قادرين نرنم ونسبح ما كان فينا نسمة الحياة اللي انت يا رب تملقنا من هالنسمة الحياة لأنك كلك نور وحياة يا رب هاللويا رشدنا دايما للطريق رشدنا دايما لنقدر يا رب نوصل لمحضرك ننوصل عند أقدام الملك الملوك ورب الأرباد من كل قلوبنا نشكرك يا رب على كل شيء ننصلي بركة يا رب على الكلمة اللي سمعناها بركة على حياة خينا كريم كل شخص سمع يا رب هالكلمة يا رب وتخلي هالكلمة تتجدد بحياتنا نقدر يا رب ننمى بشخصك ومعرفة شخصك أكتر وأكتر نجدد عقوننا بكلمتك نكبر وننمى فيك يا رب من كل قلوبنا يا رب نتواضع عدامك نقل لك أنت ملكنا أنت ملكنا صود علينا اليوم يا رب أملأنا من روحك الكدوس باسم المسيح يسوع أمين أنت ملكنا أنت ملكنا أنت ملكنا سد علينا الآن والتملأ المكان سد علينا الآن والتملأ المكان بسكيب العجيب من روحك الحنان الآن أنت مليكنا أنت مليكنا أنت مليكنا نعم أنت الملك أنت مليكنا بكواتي روحك المسكلوا بنا بكواتي روحك إنس كلبنا بكواتي روحك بكواتي روحك أنت مليكنا أنت مليكنا بكواتي روحك ألمس يا رب ألمس قلوبنا بكواتي روحك نعم يا رب الموص قلوبنا كده يا رب الموص جميع من ذلك كل واحد عنده احتياج كل واحد عنده يا رب طلب اليوم تصل على بكواتي روحك تصل على بكواتي روحك حسنا أيضا تترهينا نعم الآن أنت مليكنا أنت مليكنا يا رب أنت مليكنا أنت مليكنا أنت مليكنا حسنا